الحقيقة أن العلاقات المصرية العراقية لا تحتاج إلى مزيد من الشرح أو التأكيد فهي علاقات تاريخية ممتدة الجذور السجل التاريخي الحقيقة بداية التفاعل النشط بين الحضارة المصرية القديمة والحضارات المتعقبة في بلاد الرافدين منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد يعني بأن 6000 سنة علاقات ما بين بلدين وامتدت منذ هذا الوقت الحقيقة وتوتدت علاقات الشعبين المصري والعراقي تجمعهما وحدة اللغة والثقافة والتاريخ المشترك واليوم يأتي الحقيقة انعقاد اجتماعات الدورة الثانية لللجنة العليا المشتركة في القاهرة بعد أقل من ثلاث أعوام من عقد دورتها الأولى في بغداد تأكيدا على حرص بلدين على متابعة وتفعيل أليات التعاون في مختلف كل المجالات التي تعود بالنفع على شعبي مصر والعراق والحقيقة أيضا دولة الرئيس ان زيارتكم بتأتي في وقت مهم الحقيقة تموج المنطقة والعالم بتطورات متلحقة وتحديات متزايدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وهو الأمر الذي يتطلب مننا جميعا أن نكثف من جهود العمل المشترك وأن نسعى لاستكشاف واستغلال كل فرصة ممكنة من أجل تعظيم وحسن استثمار ما لدينا من إمكانيات والحقيقة يمكن في هذا السياق اسمح لي دولة رئيس أن أتوجه لدولتكم وللحكومة بخالص تهنئة بمناسبة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات من عشرين تلاتة وعشرين إلى عشرين خمسة وعشرين وأشيد بتقديم حكومتكم لهذه الموازنة الثلاثية الطموحة والتي تستند لرؤية إصلاحية لبرنامج حكومتكم الرشيدة وما تتضمنها من خطوات إجرائية وحلول عملية فعلا لموضوع تأخر تنفيذ المشروعات اشتركوا في القناة